كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأغدر في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كذلك توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع وبمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة سكاتيك أنروجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأغدر بقدرة 100 ميجاوات حيث سيتم توريدها لشركة مصرية مملوكة لشركة فريتي جلوب العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأغدر كمادة وسيطة تكملية لإنتاج الأمونيا الخضراء بموجب عقد شراء طويل الأجل شكرا